ترأس محافظ محافظة شبوى عوض ابن الوزير اجتماعاً للقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة لاستعراض ومناقشة وإقرار الخطة الأمنية الجديدة وتطبيع الأوضاع في مدينة عتق بعض القضاء على حركة التمرد التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي وعكد المحافظ ابن الوزير على ضرورة تعزيز أداء الجهزة الأمنية والعسكرية والتنسيق الفاعل بينها للقيام بدورهما المنشود في تنفيذ وإنجاح الخطة الأمنية على أكمل وجه وبما يؤمن تطبيع الحياة المدنية وترسيق دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة موجهاً بتشكيل ثلاث رجال أمنية عسكرية ومدنية لحصر القوات المتواجدة في مواقع عملها والعتاد العسكرية المتوافر لديها بعد القضاء على حركة التمرد وكذا حصر الأضرار التي نجمت عنها وتطرق محافظ شبوة إلى تهديد فلول المتمردين لبعض الشركات والحقول النفطية الاستراتيجية للبلاد محذراً إياهم من القيام بأي عمال عدائية أو تخريبية ضد مصالح المحافظة السيادية وفي حال مخالفة ذلك سيواجهون إجراءات عسكرية حاسمة ترجمة نانسي قنقر